اشتركوا في القناة بالقوى الناعمة والدبلوماسية الثقافية البحرينية عطف بالواوي لما قبلها وبينما بعدها علاقة لا يمكن فصلها مسج بين الثقافة والدبلوماسية وتأكيد على أن في نجاح الشق الثاني دور مؤكد في إيصال الرسالة الواضحة التي يتبنىها الشق الأول من العلم التي تعكس الحراك المتطور للدبلوماسية البحرينية ومؤتمر الثقافة والدبلوماسية الذي يعد الأول من نوعه جاء ليؤكد على عظيم الجهود الدبلوماسية البحرينية التي تبذل داخليا وخارجيا من أجل دعم الحراك الثقافي والعمل على حفظ وصون المقومات التاريخية العريقة والكشف عن سحر مقومات أرض الخلود أرض دلمن الثقافة والدبلوماسية مرتبطين منذ الأزل الدبلوماسي إن لم يكن مثقف وعارف ثقافة بلاده وتاريخ بلاده ومنطقته وهوية التي ينتمي لها فهو الدبلوماسي غير مكتمل الحرفة وهذا الشيء الآن أكدنا عليه في هذا الندوة الهمة التي نعقدها ما بين أكاديمية الشيخ محمد بن مبارك وهيئة الثقافة والأثار للكلام عن هذا الموضوع وتأكيده للثقافة أهمية باعتبارها وسيلة تواصل ما بينها شعوب المعمورة جمعاء شأنها كشأن المساعد دبلوماسية للدول في إحلال لغة التخاطب التي تجمع الثقافات المتعددة على طاولة واحدة الشخص الدبلوماسي المتمرس لا يستطيع أن يقوم بعمله بدون الثقافة وبدون ثقافة واسعة لأن البحريني لما يطلع كسفير لبلده كون الدبلوماسي صغير أو سفير يعني يصل التضوء على إرث حضاري على تاريخ جميل فهذه الأمور يعني متداخلة وبشكل أساسي البحرين ساعة ما زالت تسعى إلى تقريب المسافات بينها وبين دول العالم عن طريق تطوير العلاقات الثقافية معها عبر الاستعانة بأميز الطرق الدبلوماسية التي تنتهجها لينظر إليها كمركز ثقافي معتمد على المستوين الإقليمي والدولي يعني لب هذا المؤتمر هو أنه نبين كيف دور الثقافة الآن صار له أهمية كبيرة من خلال يعني كل المعطيات الموجودة في مجال الثقافة أمام الأزمات أمام المشاكل وإمكانية حل هذه الأزمات من خلال الثقافة الدبلوماسية هذا الحدث الهام وبأبعاده العظيمة سيقف المختصون والواثقون بجدواه الثقافية وعلى مدى يومي عقاده على أبرز المحاور والموضوعات الحيوية كالثقافة والعلاقات الدولية إضافة إلى محور الثقافة والقوة الناعمة الفنون والموسيقى والدبلوماسية وصولا إلى موضوع الدبلوماسية وقوة الكلمة في التواصل لتلفزيون البحرين محمد الشيدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر